أهلاً أحبائنا مشاهدينا نكمل حديثنا من منطقة أورشليم القدس في الخلفية الحلوة جبل الزيتون من المكان اللي صعد يسوع إلى السماء وحديثنا عن صعود يسوع المسيح أنا ذكرت أنه ليكون كاهن عظيم مش بس كمان ليكون الشفيع مكتوب إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله الآب وهو كفار من أجل خطيانا ويقول أيضاً إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم فإذن الرب بيقف معنا أمام العرش كالمدافع كالمحامي عنا يدافع عن قضيتنا أمام الله حتى فعلاً يعطينا النعمة لكي نقوم ونستيقظ ونواصل ونستكمل ولكن من ناحية تانية بدافع عنا من شكايات الشيطان مكتوب عن الشيطان الذي يشتكي على الإخوة ليلاً ونهاراً ففي عنا مدافع في عنا محامي في عنا شفيع في عنا معزه اللي بيقف بجانبك ومن أجلك في السماء أيضاً عم بيشتغل لمصلحتك حتى تتشجع شيء آخر أحبائي صعود يسوع المسيح إلى السماء هو تعبير عن انتصار يسوع المسيح المسيح انتصر في بستان جتسماني والمسيح انتصر في الجلجثة على الصليب ومكتوب عن يسوع جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه ولكن النصر الحقيقي اللي هي صعود يسوع المسيح إلى السماء فصار يسوع فوق كل رياسة وكل سيادة وكل سلطان وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل فإذن صعود المسيح هو صعود الانتصار وفي انتصاراته سواء في الجلجثة أو في جتسماني تعتبر عن مذاق للانتصار العظيم من خلال صعوده وطبعاً الانتصار الأعظم بمجيءه ثانية حتى يثبت مملكته إلى الأبد شيء آخر صعود المسيح يعتبر الباكورة الأولى لعصر جديد تعرفوا الرب يسوع ما زال يعمل من خلال الكنيسة أخضع كل شيء تحت الكنيسة عم بيجهز الكنيسة مكتوب لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا غضاً فيها ولا دنس عم بيجهزها بالكامل تكون كنيسة ممجدة كنيسة منتصرة في كل معنى الكلمة فهو الباكورة الأولى لعصر جديد حتى إحنا نكمل في هذا العصر الجديد والملكوت الجديد مع يسوع ومن خلال يسوع المسيح له كل المجد ثم أحبائي صعد يسوع إلى السماء في مواهب وعطايا الروح القدس ولكن أيضاً في عطايا يسوع المسيح للكنيسة سواء الخدمات المتنوعة من الرسل والأنبياء والرعاة والمعلمين وهكذا هذه العطايا بسموها عطايا الكنيسة فإذن المسيح عم بكمل خدمة الأرضية ولكن في السماء من أجلك ومن أجلي أيضاً فصعود يسوع المسيح هو تعبير عن النصرة الكاملة الحقيقية بعد إكمال الفداء بكل معنى الكلمة واختيار التلميذ وامتلأوا من الروح القدس وعم بيعمل فيهم ومن خلالهم حتى يستمروا الكنيسة تستمر في الامتداد ملكوت الله يمتد إلى كل الأرض وحتى تكون الكرازة والبشارة في كل بقاع وسقاع الأرض وهذا تعبير عن نصرة المسيح أنه عم بكمل وبتمم عمله من خلال التلميذ والرسل والمؤمنين والأحباء على قلبه ابقوا معي سأواصل لحديث بعد قليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر